الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال النظرية الكلية النقدية أي بما لا أخر الجزء النقدي من النظرية الكلية عنوان فرعي دوافع الطلب على النقود أو ما يسمى باللغة الإنجليزية Motives for the Demand for Money أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا في الزمن جائحة الكورونا التي عذرتنا عن بعضنا البعض وعلى بركة الله نبدأ دوافع الطلب على النقود دوافع الطلب على النقود يطرح سؤال في التحليل النفس العلمي لماذا يقبل البشر لماذا يقبل البشر لاحظوا السؤال لماذا يقبل البشر على الطلب على النقود Why do we demand money هذا السؤال البسيط الآن هذه الأموال هذا اليوان الصيني وهذا دينار عربي اعتقادي وهذا خمس دولارات أمريكية وهذه عملة معدنية هذه العملة أو النقود العملة أو النقود تسمى نقود ورقية أو مسكوكات معدنية صادرة بموجب القانون تسمى باللغة نجيزية Fiat money أو Fiat money لكنها Fiat money أي بمعنى آخر ليس لها قوة شرائية إلا بموجب القانون الصادر على الدولة والبنك المركزي أو النظام الاحتياطي من العملات التي يسود في دولة ما لا بد من أن نفرق بين رجاء أن انتبهوا على ما أقوله هنا لأنه مهم جدا جدا بين الطلب على النقود لاحظوا الطلب على النقود باعتباره مرضا نفسيا يعاني منه كثير من البشر حسب الحديث الشريف تعسى عبد الدرهم والدينار هذا من جهة طلب لكن في طلب على النقود باعتبار أن النقود ظاهرة قصادية من جهة أخرى ولا بد من أن نفرق بين المال من جهة والنقود من جهة أخرى أرجو أن نفرق هناك طلب نفسي هناك ناس لا يشبعون من النقود باعتبارها مصدر سعادة أو قوة لرغب أنها لم تكن في يوم من أيام مصدر سعادة وربما يعني ليست مصدر قوة بالمعنى الحقيقي الطلب على النقود باعتبار النقود ظاهرة النقود الورقية والمسكوكات المعدنية باعتبارها ظاهرة اقتصادية حتى تخفف وتقلل من ما يسمى كلفة التعامل اللي هي وكلفة تبادل الأشياء سنأتي إن شاء الله على وظائف النقود في مقطع آخر والمال الآن المال هو ما يمتلك في داخله قوة قوة مثل الذهب والفضة باعتباره معدل النفيس فلذا كنت في أو قوة جوانية فيه لكن النقود الورقية والمسكوكات اللي هي العملات نسميها هذه هي العملات العملات أو باللغة العربية المرأة بسمه العملات حسب اللهجة فهذه لا ليس فيها قوش رأي إلا بموجب القانون فقط لغير الآن تقوم النقود بثلاثة وظائف كما ذكرت هناك وظائف للنقود سنأتي عليه إن شاء الله في المقطع المقبل بإذن الله صنف الاقتصاديون دوافع النقود هذه دوافع النقود تحت ثلاثة عنوين رئيسية إن شاء الله أو رئيسة سأتي على كل واحد منها بالتفاصيل أولا أو دوافع النقود الآن أولا الطلب عن النقود بدافع لاحظوا الطلب عن النقود بدافع إتمام المعاملات الدورية هذا اللي هو transaction demand motive أو transaction demand for money for ما يسمى transaction motive أي من أجل التزود بالحاجات اللازمة مثل الطعام والشراب والوقود ودفع أثمان الكهرباء والاتصالات والنقل وهي حاجات دورية عفوا هنا في خطأ طباعي حاجات دورية أو متناوبة أو متناوبة أو متناوبة بمعنى آخر يعني بين الفترة وبين الفينة والأخر تحدث كل يوم نحتاج إلى طعام كل يوم نحتاج إلى شراب في آخر الشهر مضطرين أن ندفع ثمن الكهرباء للشركة التي تزودنا بطاقة الكهربائية كل يوم ربما نحتاج أن ندفع أجور نقل كل سبوعين أو ثلاثة أو كل فترة زمانية نشتري بطاقة هاتف على ذلك المثال فالآن هذه الصورة تبين بأن المستهلك هنا دفع هذه الفاتورة حتى يشتري القهوة والشاي والسكر وأدوية ربما وبعض الأشياء الأخرى فهذه يسميها احنا transaction demand أو الطلب عن نقود بدافع إتمام إتمام المعاملات أو ما يسمى transaction transaction demand أرجو أنه اتذكروا هذا الأشي إن شاء الله الثاني الدافع اللي هو دوافع طبع عن نقود precautionary demand الآن لاحظوا لي هنا الدافع الثاني أو خلنا أحطه بنور أبيض هذا الدافع الثاني الآن هو الطبع عن نقود بدافع مواجهة الطوارئ 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 هنا وهذا طارئ بس يعني منظر مجازي حتى أبين بدفع أي التحوط لانقطاع الإمدادات بشكل مفاجئ مواجهة مرض صيانة ربما أنا أخذت سيارتي حتى يعني من بلد إلى بلد آخر فانقطعت في منتصف الطريق العجل أصبح بين غير هواء البطارية لم تعود صالحة ربما انكسر شيء من الآلة المحرك فهذه الآن لابد أن يكون جزء من النقود التي أطلبها أضحى في جيمي هي بدافع ما يسمى مواجهة الطوارئ فهذه من الدوافع المهم جدا ثالثا وأخيرا الآن الطلب عن النقود بدافع الاستثمار بدافع الاستثمار أو ما يسمى بمضاربة اللي هي investment or speculative demand for money هذه investment or speculative demand for money أي من أجل أن يكثر الفرد من النقود المتواثر لديه أو يكثر بواسطة الاستثمار في مجرات مختلفة لنأمحى هذه مثل النشاط الإنتاجي أو التجاري أو الخدمي أو شراء الأدوات التنولية السهم أو سند أو ما شابه الآن هذه حتى يتحوط للمستقبل الإنسان بطبيعته يعني من ناحية نفسية بيحب أنه يكون عنده الله مال أكثر ليس المال بالمعنى المال بالمعنى النقدي أكثر نقود حتى أنه يتحوط للمستقبل يعني يعطي لأولاده لورثه وما شابه فالآن هذه سبحان الله هذا الآن الصورة المعبرة هنا بأن هذا استثمره أصبح أكثر من ذي قبل هنا أصبح أكثر من قبل هنا هذا المنظر البياني وكأنما الشخص يسقي هذه الأعمدة البيانية للدلع لأنه أصبح لديه كثير من الأشياء أو انخفضت بعد مدة فهذا الآن الطلب على النقود بدافع الاستثمار أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبة الطلبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر مع كلمة جديدة أخرى بإذن الله أو مصطرح جديد